ضمن استراتيجيتها التوسعية في العراق تنفق طهران ملايين الدولارات لتطوير المزارات الشيعية والاستفادة من ذلك. فبحسب تقرير استقصائي لوكالة رويترز، فإن إيران تعمل على مشروع توسعة لضريح الإمام الحسين في العراق تعتبر الأكبر من نوعها منذ 300 عام بتكلفة تقدر بـ 600 مليون دولار. ويشرف على هذا المشروع حسن بيلارك وهو قائد كبير في الحرس الثوري تم إدراجه مؤخرا على لائحة العقوبات الأمريكية بتهمة تهريب الأسلحة وأنشطة استخباراتية وغسل أموال. كما أن المشروع تنفذه شركة يملكها بيلارك مع الحرس الثوري وهي مؤسسة مرتبطة بالمرشد الأعلى الإيراني وتخضع أيضا لعقوبات أمريكية. تعتبر أيضا أن المشروع يعزز النفوذ الإيراني في العراق ويعمق التعامل التجاري بين البلدين علما بأن السياحة الدينية تعتبر المصدر التجاري الثاني للعراق بعد النفط. كما أن إيران وبحسب التقرير تستفيد من هذه الميزة لبيع منتجاتها في مناطق أخرى في محاولة لمواجهة العقوبات الغربية عليها. مين مهندس العربية؟ موسيقى